وأهم هذه المراحل الخمس هي المرحلة الثالثة وهي الدنيا لأن مصيرك في الآخرة على حسب سعادتك أو شقاوتك في الدنيا إن عملت عملا صالحا تسعد وإن عملت عملا سيء في هذه المرحلة تشقى فهي أهم مرحلة لذلك الله قال عنها فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا إلى مغفرا من ربكم وقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهذه الحياة التي فيها المجاهدة مع الشيطان والنفس والهوى وخير ما تعمر به الآخرة في هذه الحياة هو العلم إذن قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته وقال عليه الصلاة والسلام مسالك طريقا إلى العلم سهل الله له بطريق الجنة فأسهل طريق إلى الجنة هو طريق العلم وقال ابن القيم وخير ما بذلت فيه الأوقات والمهج والنفوس هو العلم وهو العمل الذي لا يندم عليه أحد أبدا بل الله عز وجل يرضى عن الذين آآ يتمنى